دكتورة رانيا النشط ووزيرة التعاون الدولي دكتورة رؤساء البنوك وشركات القطاع الخاص الحضور الكريم في البداية أود أن أشكر السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تشريفه لهذا المحفل الهام وهو ما يؤكد حرص سيادته على مساندة كافة الجهود الهادفة لدعم القطاع الخاص في مصر كما أرحب بالسيد سيرجيو الصديق العديز نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية حيث نشهد معاً فعليات يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر الذي أصبح بمثابة لقاء سنوي نؤكد من خلاله التزامنا وجهودنا المشتركة بدعم القطاع الخاص تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها مع بداية توليه فترة رئاسية جديدة حول ضرورة تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في قيادة جهود التنمية السيدات والسادة بصفتي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي فإن علاقتنا مع مؤسسة التمويل الدولية تأتي ضمن إطار أشمل للشراكة مع البنك ومؤسساته التابعة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ميجا والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الستراتيجية التي أطلقناها في مايو الماضي ويركز على عدد من الأهداف على رأسها تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص العمل ونحن في هذا الجمع الكبير دعوني أركز على علاقتنا مع مؤسسة التمويل الدولية فقد نجحت هذه الشراكة الوثيقة في إتاحة تمويلات والاستثمارات للقطاع الخاص بقيمة 9 مليارات دولار تقريباً بالإضافة إلى محفظة من الخدمات الاستشارية بقيمة 34 مليون دولار منذ بدء عمل المؤسسة في مصر لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من بين 100 دولة تتواجد فيها حول العالم والجدير بالذكر أن الاستثمارات المؤسسة تتنوع في العديد من المجالات على رأسها البنية التحتية المستدامة الطاقة الجديدة والمتجددة الخدمات المالية الأعمال الزراعية التصنيع الشركات الناشئة سنديق الاستثمار الصحة كما أنها لا تقتصر فقط على الشركات الكبيرة لكنها تتوجه أيضاً إلى الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الحضور الكريم وحتى نرصد مصار التطور في علاقتنا مع مؤسسة التمويل الدولية فعلى الرغم من تدعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتحديات الإقليمية والدولية فقد بلغت محفظة استثمارات وتمويلات المؤسسة خلال الفترة من 2020 إلى 2023 نحو 2.5 مليار دولار بينما سجلت حجم التمويلات بالإضافة إلى فرص الاستثمار المباشر خلال هذه الفترة أو منذ يونيو 23 حتى مايو الجاري نحو 900 مليون دولار وهو ما يعكس الزيادة المستمرة في استثمارات وتمويلات المؤسسة وجاذبية القطاع الخاص المصري لتمويلات واستثمارات مختلف شركاء التنمية وفي إطار الشراكة المستقبلية كنا قد أعلننا في بيان مشترك مع البنك الدولي في مارس الماضي عن إتاحة 6 مليارات دولار من البنك الدولي على مدى السنوات الثلاثة القادمة لمساندة ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات من بينها 3 مليارات دولار لقطاع الحكومة المختلفة و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص تتحى مؤسسة التمويل الدولية بواقع مليار دولار سنوياً واستمراراً لتلك الجهود فإننا نشهد اليوم توقيع اتفاقية تمويل جديدة بين المؤسسة وبنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر بالإضافة إلى دعم رائدات الأعمال وتمويل التجارة السيدات والسادة إن وجود قطاع خاص قوي يخلق قيمة مضافة يوفر فرص العمل يشجع التصدير يحفز الابتكار والرقمنة ولذا فإن شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية في مصر تقوم على ثلاث ركائز رئيسية أولاً تعزيز التوصيف خاصة في القطاعات كثيفة العمالة والصناعات التصديرية والصناعات التحولية المستدامة والصناعات الزراعية والسياحة ثانياً الشمول الشمول مع التركيز على الرعاية الصحية والتعليم ثالثاً التكامل من خلال دعم الربط مع بلدان المنطقة من خلال تحسين البنية التحتية ومن هذا المنطلق فإن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع الجهات الدولية على صياغة برامج دعم موازنة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قبل الجهات الوطنية ويأتي على رأس محاورها تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال ودعم التحول الأخضر وأحدث تلك البرامج إطار تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي الذي يشارك فيه مؤسسات أخرى ونعمل على الانتهاء منه قريباً السيدات والسادة ونحن بصدد مرحلة جديدة يتم فيها إعادة تشكيل النظام العالمي المالي الجديد في ظل عدم كفاية تمويلات بنوك التنمية متعددة للأطراف والإستثمارات الحكومية لسد فجوة تمويل التنمية فإن مؤسسات التمويل الدولية تعمل على استحداث آليات جديدة وأدوات تمويل مبتكرة بما يتيح المزيد من الفرص التمويلية للقطاع الخاص وكنموذج لتلك الأدوات تستهدف مجموعة البنك الدولي إطلاق منصة موحدة للضمانات أول يوليو المقبل تضاعف من الاستثمارات والضمانات التي تتحى مؤسسة التمويل الدولية وفي سبيل ذلك فإننا في وزارة التعاون الدولي نعمل على إعداد ورش عمل قريباً لإطلاع شركات القطاع الخاص على تلك المنصة الجديدة وما تتيح من خدمات مما يوسع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة في السوق المحلية ومن جانبنا فقد أطلقنا منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص خلال ديسمبر الماضي التي تعمل على سد الفجوة المعلوماتية بما يمكن القطاع الخاص من إطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني للتمويلات التي يتحى شركاء التنمية وقد رصدنا إقبالاً كبيراً من مختلف الشركات على خدمات المنصة التي وصلت إلى 80 خدمة مالية وغير مالية إلى جانب مئات المناقصات والخدمات الأخرى منذ إطلاقها في ديسمبر الماضي الحضور الكريم إن من أهم محاور إصلاح النظام المالي الجديد التعاون والتنصيق بين بنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية لتوفير التمويلات المشتركة لتعظيم الفرص الاستثمارية ورغم حداثة المطلب فإن مصر تعد نموذجاً لهذا النوع من التمويلات حيث نجحنا في إشراق مؤسسات تمويل متعددة مع اختلاف أطر وقواعد الحوكمة في مشروعات كثيرة سواء للقطاع الخاص المحلي أو الأجنبي ويتجلى ذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية على سبيل المثال للحصر الشراقة الموقعة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والسندوق السيادي المصري لتقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة في تصميم وتمويل وبناء وصيانة محطات تحليط المياه من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كما قادت المؤسسة تحالف من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بين بين الطاقة الشمسية في أسوان إلى جانب ذلك فإن مؤسسة التمويل الدولية شريك رئيسي مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نوفي حيث تشارك في تمويل محطة أبيدوس لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بأسوان ومحطة أمينوت في منطقة رأس غارب لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات كما شاركت المؤسسة في إعداد الملف المصري في مبادرة Nature, People and Climate التابعة لمؤسسة صندوق الاستثمار في المناخ CIF ليفوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى شمال أفريقيا وأوروبا ويستفيد من الملح والتمويلات الميصرة التي تتحها المبادرة للمشروعات المناخية في مصر ونتوج تلك الوهود اليوم بتوقيع اتفاقية جديدة للخدمات الاستشارية بين مؤسسة التمويل الدولية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وفي الختام لا يسعني إلا التوجه بالشكر لفريق عمل مؤسسة التمويل الدولية والصديق العزيز مختر ديوب هو مش معنا النهاردة ولكن الحقيقة هو من أهم المساندين لجمهورية مصر العربية في عمل القطاع الخاص وطبعا سيرجيو على جهدهم المستمرة بالتعاون مع الحكومة وشركات القطاع الخاص لدفع عملية التنمية قبل مختم I just want to thank سيرجيو and all the IFC team for putting this day together it's becoming an annual event IFC is one of Egypt's key development partners under the umbrella of the World Bank Group إحدى التطورات التي يقوم بها حيث نستطيع أن نرى كل الدمانات التي تقدم لشركات القطاع الخاص سواء كانت محلية أو دولية وسوف نعمل مع زملائنا في البنك الدولي لكي نتأكد من معرفة الجميع وأنا فخورة جدا بالشركات المصرية الموجودة هنا بيننا وأنا أرى كثيرا من الأصدقاء الذين كانوا قادرين على استخدام هذه الأدوات المختلفة من IFC وأيضا شركاء التنمية الآخرون وأيضا أعتقد أن مصر قادرة على جمع هذه الجهود المشتركة للشركاء المختلفين بخلاف الهياك المختلفة لنستطيع أن نرفع ما يستطيعون تقديمه وأشكر الدكتور مصطفى مجبوري على وجوده بيننا اليوم وهي أيضا تبين كيف أن الحكومة المصرية كانت تقوم بدفع الإصلاحات الهيكلية ليكون هناك تعاون مع شركائنا المختلفة المختلفون شكرا جزيلا وأتمنى لكم يوما مسنرا شكرا جزيلا دكتور رامي المشاط على هذه الكلمة الافتدحي رائعة والسيدات والسادة الآن سنستمع إلى الحوار الأول في يوم IFC وننظر إلى ما تفعله الحكومة المصرية فنود أن نرحب بدولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وأيضا نائب الرئيس الإقليمي لإفريقيا ولمؤسسة التمويل الدولي الـ IFC الأستاذ سيرجيو بايمينتا طب صباحكم جميعا إنه لا شرف لي لنقوم بإدارة وتسير هذه القلسة الحوارية مع دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أنا سعيد لأنني هنا معك سيدي وأعتقد أن الكثير مننا لدينا الكثير من الأسئلة لطرحها بشأن رؤيتكم ونحن نبدأ هذا اليوم يوم الـ IFC في مصر فأنت هنا معنا سيادتكم وهذا شهد عظيم على دعمكم لدور القطاع الخاص في التنمية وأيضا للتعاون الرائع الذي نبنيه ما بين الحكومة المصرية وما بين المؤسسة أودا أشكر سيادتكم شكرا جزيلا وأن أودا أن أبدأ بالسؤال الأول وما تقوم به الحكومة المصرية تحت قيادتكم لقد رأينا الكثير من الإصلاحات الشجعة ما رأي سيادتكم بكل هذه الأمور المعنية بالإصلاحات بسم الله الرحمن الرحيم دنيم أفألها أودا أن أبدأ بالترحيب بجميع الشركاء والضيوف الذين أخذوا من أوقاتهم وهم هنا معنا اليوم ومتواجدين هنا وأود أيضا أن أرحب بممثلي القطاع الخاص المصري وهم أهم عمدة النمو والتطور في مصر أود أن أبدأ بما حدث بالفعل في خلال الأشهر الماضية بالطبع لدينا الكثير من التحديات وأعتقد أن هذه التحديات واجهها الكثير من الدول حول العالم فمصر بالطبع لديها موقف مميز للغاية في المنطقة التي بها الكثير من التحديات داخليا وخارجيا ولدينا الكثير من التحديات أمامنا وأعتقد أن جميع الخبراء قاموا بالتحفيظ لأن ليس لدينا الوقت لأن نخفف من العواقب ولكن يجب علينا أن نعمل باستهداف قذور هذه التحديات والمشاكل من خلال القرارات الجريئة والشجعة ونحاول أن نتعامل مع جميع العواقب من خلال هذه الإجراءات وأنا أعتقد أننا تمكننا بنجاح أن نحاول أن نتعامل مع كل هذه العواقب الخاصة بجميع الإجراءات التي اتخذت خلال الأشهر الماضية وفي مارس الماضي تمكننا من الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية مع صندوق النقطة الدولية من خلال الصندوق المرافقة وهذا مهم للغاية وهي خطوة مهمة للغاية للحكومة المصرية وأيضا من خلال صندوق النقطة الدولية لأنها بالفعل لها علاقة بالإصلاحات الهيكلية التي تحدث في مصر وهذه الإصلاحات الهيكلية بالنسبة للاقتصاد معتمدة على عدة ركائز أولا أن يكون هناك سعر صرف مرن وأيضا السياسات الخاصة بالنقد وأيضا تقليل النفقات العامة على البناء التحتية وبعض البرامج القومية أو الوطنية الأخرى وأخيرا وليس آخرا تشجيع القطاع الخاص لأن يلعب دورا مهما وقيادية أيضا بالنسبة للتنمية الاقتصادية ووضع أهداف طموحة للغاية بالنسبة لمجال وقطع الاستثمار وقطع الخاص وأن يلعب القطع الخاصر الدور الأكثر بـ 65% خلال السنوات القادمة فتحت مظلة هذه الركائز نحن نعمل على وضع التفاصيل فأود أن أعطيك بعض الأمثلة فحيننا نتحدث عن السياسة النقطية البنك المركزي تمكن منذ مارس أن يقوم بالاتخاذ والعمل بسعر الصرف المرن وتمكننا أيضا من تخطي هذه المشكلة وخصوصا بالنسبة للإحتياجات في السوق المحلي وتمكننا أيضا من دفع بعض المتأخرات والمستحقات وخصوصا بداخل السوق المحلي وحتى حيننا نتحدث عن الشركاء الدوليين والخارجين وتمكننا أيضا من رفع مستوى الاحتياطي الأجنبي وأحد أهم الأمور والإنجازات هي رفع الأصول في البنوك المصرية ولذلك أعتقد أن كل هذه الإجراءات تم تنفيذها أو تم تنفيذها بمشاركة المجموعة والمؤسسة وخصوصا مع وزارة المالية وتمكننا أيضا معا أن نقوم بتقليل أيضا كل الأمور الخاصة أو كل المشكلات والتحديات الخاصة بوزارة المالية أما بالنسبة للأمور المعنية بالنقد فأعتقد أيضا أنا من خلال الأهداف التي قمنا بوضعها بأن نتحكم أو نراقب الدين العام سواء كان دين خارجية أو دين داخلية للحكومة المصرية وحاولنا أيضا أن نكون أقل من 80% من ناتج قومي المحلي خلال العامين القادمين حتى 2027 كهدف أمامنا وأيضا وضعنا الكثير من القيود الخاصة بالمصرفات والنفقات الحكومية والتزمنا أيضا بإيجاد وتمكننا أيضا بإيجاد الأموال الإضافية أو الفائد خلال الثلاث سنوات القادمة وأن يكون أكثر من 5% خلال هذه السنوات وأعتقد أن هذا سيكون رقم جديد ورقم لم يسبق أو لمثيل له ولذلك نحن نحاول أن نقوم بمواجهة الكثير من التحديات الآن وبالطبع أهم هذه الأمور وما نقوم به الآن من إصلاحات لجميع الهيئات الحكومية وهذا يتضمن أيضا الهيئات الاقتصادية والشركات المعنية بملكية الحكومة والدولة ووضعنا الكثير من الأهداف والكثير من المؤشرات التي نحاول أن نصل إليها خلال الثلاث أعوام القادمة وتمكننا أيضا من تعديل القانون الخاص بالأموال النقدية حتى يمكن أن نتعامل وهنا أن أتحدث عن ميزانية الدولة ككل وليس فقط لأن نركز على الهيئات الحكومية ولكن أيضا أتحدث عن الهيئات المالية أو السلطات المالية حتى يمكن أن نعمل بشكل مستدام على حل جميع المشكلات وتحديات وأخيرا وليس آخرا حين نحاول أن نتوسع بالتعاون الدولي مع شركائنا الدوليين نحن بالطبع حين تعاوننا مع صندوق النقدة الدولية وبعد الاتفاقية برأس الحكمة بخمسة وثلاثين مليار دولار مع الجانب الإميراتي تمكننا أيضا بوضع بعض الإقتراحات مع البنك الدولي ومع الاتحاد الأوروبي أيضا فمع البنك الدولي نحن نعمل كثيرا وأيضا مع الاتحاد الأوروبي نحن نحاول أن نركز على كيفية الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وتكيف الاقتصاد المصري ضد الصدمات العالمية أو الخارجية ونحاول أيضا أن نقوم برفع مستوى إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد ككل ونحاول أن نقوم بتغيير الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر أو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بأهداف محددة فهذه هي ثلاثة أهداف التي نحاول أن نقوم بإنجازها مع برنامج بمليار ونصف دولار وأيضا بالنسبة للاتحاد الأوروبي في الدعم المالي بخمسة مليار دولار الذي سنحصل عليه حتى عام عشرين سبعة وعشرين وأهم الأمور هي أن نتأكد من موارد العملة الأجنبية للاقتصاد المصري حتى يمكننا أن نؤكد على هذه المسيرة برغم التحديات التي نراها أمامنا والتي كنت أتحدث معك عنها بالخارج قبل أن نبدأ وأيضا الصدمات الخراجية التي نواجهها أهم الأمور أن نتأكد أن الاقتصاد يسير بشكل مستدام ومستقر بالمساهمة مع القطاع الخاصة شكرا جزيلا لسيادتكم وأعتقد أنك كنت تتحدث أنك تقوم بالعمل على الكثير من الإصلاحات وأهنئك وأهنئ سيادتكم بذلك وأعلم أن الكثير من ممثل القطاع الخاصة الذين يستمعون إلينا يعرفون أن هناك كثير من التغييرات والإصلاحات التي حدثت والكثير من التفاعل والتعامل مع القطاع الخاصة سواء كنا نتحدث عن القطاع الخاصة المصرية أو القطاع الخاص خارج مصر وهناك الكثير من الأمور الإيجابية التي نراها لمسيرة الاستثمار والدور القيادية وأيضا للمخصصات والإسهامات الخاصة بالقطاع الخاصة ولقد ذكرت الكثير من الأمور التي كنتم تقومون بها وبعض الأهداف الخاصة بـ 2027 وخلال الأعوام القليلة القادمة وخصوصا بالنسبة للقطاع الخاص ذكرت دور القطاع الخاص فما هي الخطوات التالية التي ترها سيادتكم؟ أود أن أبدأ بأن أقول أن برؤية مصر 2030 قمنا بتحديد بعض القطاعات كقطاعات أولوية يمكنها قيادة الدولة فبالطبع الأربعة قطاعات التي نؤمن أنها يمكن أن تلعب دوراً هاماً بالنسبة للموالاقتصاد هي الصناعة، الزراعة، الاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا وأخيراً وليس آخيراً السياحة هذه القطاعات الأربعة نحن نؤمن تماماً أن القطاع الخاص ربما سيحضر حتى 100% من الإسهامات في هذه القطاعات الأربعة وأود أن أقول أن حتى يمكننا أن نغير كل هذه الأمور إلى عمل فعلي، ننخرط خلال الأعوام الماضية أو العام الماضي للقيام بالكثير من التعديلات في اللواحة التنظيمية وخصوصاً بالنسبة لقوانين قانون الاستثمار وعدة لوائح تنظيمية وقوانين أخرى، يمكن من خلالها تسير وتسريع هذه العملية حتى يمكن الحصول على التراخيص والموافقات للقطاع الخاص بالشكل السليم وبالشكل السريع للإنشاء والإئتمان من عدة هيئات بالدولة وهذا بالإضافة إلى بعض الحوافذ التي قمنا بوضعها وقمنا بإطلاق عليها الرخصة الذهبية ومن خلال الرخصة الذهبية يمكن الحصول على موافقة واحدة من مكتب رئاسة الوزراء بصدد المشروع الخاص بكم إذا كان قد استوفى بجميع المعايير في هذه القطاعات الأربعة التي قد ذكرتها يمكن الحصول على موافقة واحدة فقط من خلال مكتب رئاسة الوزراء ومن خلال هذه الموافقة الواحدة يمكن القيام أو البدء بأعمال الإنشائية أو ما إلى ذلك بدون الخوض مع الكثير من الهيئات أو الأمور والهيئات والسلطات البيروقراطية التي في بعض الأحيان استمعنا الكثير من الشكاوى من خلالها ونحن قمنا بإصدار أكثر من أربعين رخصة ذهبية وفي أقل من عام واحد كانت هذه الشركات بالفعل تقوم بالتشغيل والعمل والإنشاء في شركات كبرى قد بدأت وحتى مصانع بدأت بالعمل وبالتشغيل وهي ستقوم بخدمة مصر والمنطقة بأكملية لا أود أن أقوم بإعطاء الأمثلة مثل الأسماء ولكن لدينا الكثير من الشركات العالمية والعالمات التجارية العالمية التي قد بالفعل بدأت بالعمل في مصر والتشغيل في مصر بسبب هذه الميزة وهنا في مصر لدينا الوصول للطاقة وإتحت الطاقة وأيضاً مهارة العمالة فهناك الكثير من الميزات في مصر فالرخصة الذهبية مهمة للغاية بالإضافة إلى تعديل بعض الحوافز المعنية المعنية بربما الدرائب والكثير من الحوافز الأخرى التي ربما لزملائي ستصنح لهم الفرصة لشرح المزيد من التفاصيل عنها كل هذه الأمور تعمل على رفع سامات القطاع الخاصة في العام الماضي وسيدة وزيرة التقديد تعرف الكثير من الأمور والتفاصيل والأرقام والأحصاءات ولكن في العموم نحن نرى الكثير من التقدم والعمل من أجل أهدافنا خلال العامين أو ثلاثة أعوام القادمة لحصول القطاع الخاصة على 65% من إسهم في هذه القطاعات وأيضاً وضعنا صقف للنفقات المصروفات العامة بجميع أنواعها وكانت من خلال قرار لرئاسة الوزراء لتريليون جنيه مصري لأن تنفق كثقف للنفقات من خلال جميع الوزراء والهيئات والسلطات وهذا سيكون هو الحد الأقصى لهذه النفقات والبقية ستكون من خلال القطاع الخاصة أعتقد أن هذه ضمن الخطوات التي قمنا بها وأخيراً وليس آخراً وأعتقد أن الكثير مننا يعلم ذلك أن في ديسمبر 2022 قمنا بإصدار سياسة الملكية العامة وهو مستند قمنا بتجهيزه بتعاون مع القطاع الخاص ووضعنا أهداف محددة ومؤشرات محددة أيضاً بصدد القطاعات التي ستساهم فيها أو سيساهم فيها القطاع العام أو القطاع الحكومي وكيف يمكن أيضاً أن نقوم برفع مستوى إسهمات القطاع الخاص خلال ثلاثة العوام القادمة وأخيراً بعض القطاعات التي لا نهتم كثيراً بدخولها بداخل الاقتصاد المصري هذا يعني أننا أتحنا فرصة أو أتحنا رؤية لإهتماماتنا كحكومة بالإسهام في أي قطاعات وأنا كنت أتحدث مع سيد وزير المالية كخطة الضرائب لمدة خمسة أعوام ستكون بالطريقة ويطفي عليها الشفافية والجميع سيعرف ما سيحدث في الإجراءات الخاصة بالضرائب كل هذه الإجراءات والإصلاحات والتعديلات خصوصاً المعنية بالقطاع الخاصة أنا أعلم أننا سنرى المزيد من الإسهامات من خلال القطاع الخاص خلال الأعوام القليلة القادمة وأنا حريص بشكل أسبوعي لأن أزور الكثير من المنشآت والشركات التي يشغلها القطاع الخاص حتى أستمع لإحتياجات القطاع الخاص ولتخطي أي تعقبات أو تحديات تواجه القطاع الخاص وهناك أيضاً وحدة تحت إشرافي الشخصية لتخطي هذه العقبات وبالطبع بالتعاون مع الـ IFC أو المؤسسة قمنا ببدء وحدة الوحدة التي تعمل على بدء العملية الخاصة بالنظر إلى الأصول الحكومية وكيف يمكن أن يكون للقطاع الخاص الدور لإدارة هذه الأصول الحكومية لأننا نعمل أن القطاع الخاص لديه فعالية عالية لإدارة وتشغيل مثل هذه المنشآت ونحن نحاول أن نعمل بجد للعمل من خلال هذه الوحدة المعنية بالأصول وأيضاً الصندوق المصري السيادية لأن نقوم بطرح المزيد من الوصول الحكومية للقطاع الخاص شكراً جزيلاً دولة رئيس الوزراء من الواضح كل الأمور التي قمت بشرحها والخطط التي تقومون بوضعها لإتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار سواء كنا نتحدث في القطاع الخاص أو القطاعات الأربعة التي تحدثت عنها لنمو أو نحو النمو الاقتصادية وأعتقد أنه مصار رائع أيضاً وأشكرك أيضاً لشرح الأمور الخاصة بالتيسير وتسهيل الرخص والموافقات الخاصة بالشركات والمنشآت القطاع الخاص والحوافظ أيضاً التي تم وضعها لهذه الشركات والمنشآت وأنت لدي سؤال أخير كل الأمور التي تحدثت عنها في الفترة القادمة ولكن ما هي المخاطر التي تراها سيادتكم خلال الأعوام القليلة القادمة؟ صراحةً أود أن أتحدث لجميع من هم هنا معنا اليوم لأن داخلياً أنا أثق بجميع الإجراءات التي اتخذناها لأن الاقتصاد سينمو بشكل مستدام ومستقر ولكن الخطر الأساسي يأتي من الخارج ما يحدث الآن في المنطقة من حولنا يؤثر وخصوصاً في حدودنا أو حول حدودنا وهذا معني بما نراه يومياً في الأمور الجيوسياسية هي التي تمثل الخطر أو المخاطر الأساسية التي يمكن أن تضر رؤيتنا الاقتصادية طويلة المدى ونحن نتمنى من خلال المجهودات التي نحاول أن نقوم بالعمل عليها لتهدئة الوضع والنزعات والحروب التي تحدث من حولنا أن تهدأ الأمور قليلاً لأن هذا ما حدث أو ما تعملنا معه بطبع ما يحدث في غزة وله أثر على البحر الأحمر والعالم أجمع يعاني من التكلفة الخاصة بالتجارة والتأمين والنقل وكل ما حدث بالنسبة للتجارة الدولية وبالنسبة لنا بالإضافة لكل هذه الأمور هذا أيضاً أتبع عنه أن انفصدت الموارد التي تأتي من قناة السويس وهي من العملة الأجنبية كل هذه الصدمات الخارجية التي لسنا مسؤولين عنها ولكن نتمنى أن هذه الأزمة تهدأ قليلاً خلال هذا العام حتى يمكن أن نمضي قدماً كما نتمنى جميعاً وكما نخطط أيضاً وبتقضي عن هذا الأمر مثل الكثير من الدول الآن نحن نرى تغيير المناخ الذي يحدث من حولنا ونحن دولة تشهد وتعاني من ندرة المياه وأثر الأثر الخاص بتغيير المناخ والإحتباس الحراري وخصوصاً في السحلة الشمالية والدلتة تتعرض لارتفاع مستوى البحار كل هذه الأمور بالطبع توجه الحكومة المصرية لأن تبدأ مبادرات ومنصات لأن تبدأ بمبادرات وطنية ومنصات وطنية تركز على الأمور المعنية بالمياه والطاقة والغذاء وما يطلق عنها منصة نوافي أو مبادرة نوافي ونعمل مع شركاء عن قرب حتى يمكننا أن نتخطى المخاطر التي تحدث بسبب الاحتباس الحرارية وأيضاً تغيير المناخ فأتمنى أنني قد قمت بتلخيص بعض المخاطر التي يمكن أن نواجهها في الأعوام القليلة القادمة ونتمنى أن نتخطاها ولكن للأسف معظمها هي مخاطر خارجية ليست معنية بأي سياسات أو استراتيجيات بداخل الدولة ولكنها بعض الأمور الخارجية التي نتمنى أن نتخطاها شكراً جزيلاً شكراً لرؤيتكم وكان هذا حوار رائعاً للغاية ومثيراً للاهتمام أيضاً وتعلمنا كثيراً من ما بكرته التو وقمت أيضاً بالتركيز على بعض الأمور التي نتوقعها وبالطبع المؤسسة الدولية هنا لدعم المواطنين بمصر والنمو تتقدم في مصر وأيضاً مع زملاء وشركاء من ميغا نحن هنا لدعمكم لتصدي بعض المخاطر ويمكن أن نساعدكم ربما في التكيف وبناء المرونة الخاصة بتغيير المناخ وهو رائعاً والذي به الكثير من الآراء المهمة شكراً جزيلاً وأود أيضاً أن أرحب بجميع الضيوف وشركاء هنا سواء كنا نتحدث عن الجانب المصري أو الجانب الخارجي ونحن نلتزم كحكومة لأن نسهل المصار من أجل التعاون مع القطاع الخاص خلال العوام القليلة القادمة ونحن نود أن ندم هذا القطاع بالشكل جديد وأنا مكتبي مفتوح 24 ساعة في الأسبوع لتلقي أي طلبات أو حتى شكاوة تأتي من أي التحديات وأنا ملتزم تماماً بأن أحلها جميعاً من أجل القطاع الخاص شكراً جزيلاً شكراً مع عالي دولة دكتور مصرمت بولي وشكراً سيد مبانتا كان هذا رؤى تعقبة وأيضاً بها الكثير من الرؤية للبناء على هذه المناقشة البناء نحن نركز على حيث أين نحن وأين نود أن نكون في نمو مصر سننظر إلى بعض الأولويات السراتيجية التي حددها مجموعة البنك الدولي والإيرسي من قطاع الخاص وتحليلهم للقطاع الخاص ومشاركتهم في الإطار السراتيجي لمصر ثم سنركز على ربية من خلال الحوار الملاقشة والمشاركة في الاتفاق على الأولويات لكي يكون هناك تمكين لمشاركة أكبر من القطاع الخاص في المحلة القادمة وبهذا دعا اسمحوا لنا في فيديو قصيد ترجمة نانسي قنقر 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 يترجمة نانسي قنقر جمي المستر السيد possível ترجمة نانسي قنقر